لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أتمن أقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا ورحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل لأم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة لفرقة بين عبادة البقرة وعبادة الله عمد ابن حجر في بداية الحلقة دي هفكركم بأهم النقاط اللي عرفناها من عقيدة ابن حجر الأشعرية في التحسين والتقبيح اللي كتبها في شرحه الأعظم كتاب بعض القرآن وهو صحيح البخاري وهنعرف أهم نتيجة من نتائج هذه العقيدة اللي حكم عليها أهل السنة أنها كفر وإلحات وبدعة وكلام ده كله شرحناه ووضحناه في الحلقات اللي فدت وفي الحلقة دي هنلتزم قدر الإمكان بأندينا ناخد بشرح ابن حجر لكلامه هو بنفسه وهنبدأ بأهم كلام لابن حجر في التحسين والتقبيح في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف بيقول لأن العقل لا مدخل له في الإجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح وهنا بنلاحظ أن ابن حجر بينفي التحسين والتقبيح العقليين ويقول أن العقل اللي مدخل له في التحسين والتقبيح وفي شرح الحديث الثاني بيوضح اللقطة دي ونقوم لها نشوف المرجع سأل بخاري كتاب العلم لبما يستحبل العالم إذا سئله أي الناس أعلم فياكل العلم إلى الله وهنا بيقولوا أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن ذلك راجع إلى الشر فما حسنه باستناء عليه فهو حسن وما قبحه بالزم فهو قبيح يعني العقل مش بيدرك ولا بيميز قبح الأشياء وحسنها وده لأن العقل قاصر أنه يعرف الحسن والقبيح والخير والشر وده ليه؟ لأنه قال لأن العقل لا مدخل له في الإجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح أو لأن في سبب تاني أن أصل هذه الأشياء واحد بمعنى إيه؟ بمعنى أن البيع بيساوي الربا والزنا بيساوي الزواج والكلام ده قاله ابن حجر بشكل واضح في صحيح البخير كتاب تفسير القرآن صورة البقرة باب وأحل الله الباية وحرم الربا يقول كده ويحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا إنما الباية مثل الربا فليما أحل هذا وحرم هذا؟ ويحتمل أن يكون رد ردا عليهم ويكون اعتراضهم بحكم العقل والرد عليهم بحكم الشرع وهنا تفاجئنا لما عرفنا أن ابن حجر بيقول أن البيع بيساوي الربا عقلا وهو بينقل اعتراض الكفار على تحليل وتحريم الربا وكأن ابن حجر بيقول أن لو لا إشارة جه بتحليل البيع وتحريم الربا ما كانش كلام الكفار في أي اعتراض أصلا لأن العقلا يعني لا فرق بين البيع والربا وطبعا للمسلم أنه يتصور أن ابن حجر اللي هو أعظم شارح لأعظم كتاب بعد الكرآن اللي هو صحيح البخاري بيؤمن بالعقيدة دي ده مش بيؤمن بها وبس لا ده بينشرها في شرحه لأعظم كتاب بعد الكرآن يعني بالنسبة لابن حجر عقلا الكفر بيساوي إيه؟ أو الكفر أو الشرك بيساوي إيه؟ بيساوي الإيمان وعقلا عبادة أي صنم أو بكرة بيساوي عبادة الله يعني من الآخر أي صنم أو أي بكرة بيساوي الله عند ابن حجر أو عند أي أشعاري وطبعا ده تناقض واضح في عقيدة الأشعارة لأن الأشعارة زي ما نقلنا في حلقات فاتت بيعتبرون أن العقل هو المصدر الرئيسي للتلقي يبقى بيزاي بيخلفوا عقيدتهم ويقولوا أن التحسين والتقبيح شرعيين ومش عقليين وهنرد عن نقطة دي من كلام ابن حجر نفسه زي ما وعدناكم في بداية الحلقة سعي البخاري كتاب التوحيد بيبقى ولله تعالى والله خلقكم وما تعملون إن كل شيء خلقناه بقدر يقول لنا كده الحافظ ابن حجر قال الكرماني ويسند إلى الله تعالى من حيث أن وجوده إنما هو بتأثير قدرته وله وجهتان جهة في القدر وجهة في الجبر فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة وهي صفية ترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له الخلق وما أسند إلى العبد يحصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب وطبعا إحنا شرحنا قبل كده المعنى ده وقلنا ويسند إلى الله تعالى من حيث أن وجوده إنما هو بتأثير قدرته معنى الكلام ده لا قدرة للإنسان ولكن هي قدرة الله وبيأكد ابن حجر كلامه أو بمعنى أصحب يشرح كلامه وبيقول فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة وإن ده معنى أن الفاعل الحقيقي هو الله أما العبد ففعله عادة يعني فعله لا يؤثر في شيء يعني لا فعل له وفعله عادة اللي معنى أن الإنسان ملوش فعل يقول عنها ابن حجر وهي الصفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك ولما سألنا إزاي الإنسان اللي ملوش فعل كده معناه أن الإنسان ده هيكون عاجز وتكون صفة العجز دي بيترتب عليها أوامر ونواهي وطبعا سواب وعقاب وهو أصلا عاجز والتناقض ده بيأكد ابن حجر في التحسين والتقبيح ويقول صحيح البخاري كتاب الأحكام باب الاستخلاف لأن العقل اللي ما دخل له في الإجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح إنما يقع الزالج بحسب العادة انتهى ويعني كأن ابن حجر بيقول لأن العقل لا ما دخل له في الإجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح إنما يقع الزالج بحسب العجز انتهى وابن حجر أكد عجز الإنسان فيه سهيل بخاري كتاب العلم الباب ما يستحب العلم إذا سوي لأي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله بيقول وإن العقل لا يحسن ولا يقبح وإن ذلك راجع إلى الشرع فما حسنه بالسناء عليه فهو حسن وما قبحه بالزم فهو قبيح ومعنى كده إن العقل لا يحسن ولا يقبح مش بسبب إن الإنسان مستسلم لشرع الله وإن عبد متيع لله مش بيخالف أوامله لكن بحسب كلام ابن حجر إن العقل لا يحسن ولا يقبح بسبب عجز الإنسان عن الفعل وكل شيء يسبق الفعل مثل الإدراك والقدرة والمشيئة وكلام ده بيأكده أحد أئمة الأشعارة ويقول في الدرة الثانية قال الإيجي إن العبد مجبور في أفعاله وإذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن ولا قبح وهنا فيه تنقض إزاي الإنسان بيكون عاجز ويكون مجبور لأن الإنسان القادر اللي عنده فعل حقيقي إنه يقدر نقول عليه مجبور لأنه يقدر يعمل الحاجة فأنت بتكبره إنه يعمل حاجة تانية وتمنعه من إنه يعمل الحاجة اللي هو كان عاوز يعملها فالإنسان العاجز أصلا والمسلوب حتى من مجرد القدرة أو المشيئة يبقى مجبور خلينا نسمع الشيخ الجامي علشان نعرف المفاجئة وأنا متأكدة إن كتير من المشاهدين هيسمعوها الأول مرة هاتذا تصورت الجبرية أفعال العباد فأطلوا بذلك جميع لحسان وأساؤوا أضمن برب العالمين هاي؟ يجبرهم على فعل المعاصي على الكفر وفعل المعاصي ويؤاخدهم على ذلك ويتنافى هذا المذهب مع الفكمة أيضا يجبرهم على الطاعة فلم يعملوا الطاعة باستيارهم ونسيبهم على ذلك مذهب غير معقول قبل أن يقال إنه كفر فأنه خروج على حكمة الباري سبحانه وتعالى وعلى شرعه هذه الجبرية وهنا سمعنا الشيخ الجامي وهو بيقول إن الجبرية لأنهم بيقولوا إن الله أكبر الناس على الطاعة والمعصية فمن غير المعقول والمقبول إن الله يحاسب الناس عقابا أو ثوابا وإن الكلام ده فيه خروج عن حكمة الله خلينا نشوف الحبتة دي مرة كمان لأنه خروج على حكمة الباري سبحانه وتعالى وعلى شرعه هذه الجبرية وزي ما شفنا بيقول لأنه خروج عن حكمة الباري سبحانه وتعالى وعلى شرعه هذه الجبرية وخروج على حكمة الباري يعني إيه؟ يعني إنكار إن يكون الله حكيما لا حكمة في أقواله ولا أفعاله يعني الله خلق كل شيء عبس تصوروا أعزائي مشاهدين إن أعظم شارح اللي هو ابن حجر الأعظم كتاب بعض الكرآن اللي هو صحيح البخاري عقدته هي إن الله يعبس ودلوقتي أنا هلخص لكم حلقة النهاردة إحنا النهاردة تكلمنا عن كلام ابن حجر بنفسه عن التحسين والتقبيح الشرعيين وشفنا إنه بيقول إن العقل مش بيدرك ولا يميز كبح الأشياء وحسنها وده لأن العقل عاجز إنه يعرف يفرق بين الحسن والقبيح والخير والشر وبالتالي نتيجة لعدم إدراك العقل عدم إدراك العقل الأفعال هتكون متساوية زي البيع بيساوي الربا والزنا بيساوي الزواج وبسبب إنه وصله بالقدرة والإرادة فهو بيكون مجبور وإن العفعال كلها بتنسب إلى الله وده بيقدي بيهم إلى سوء الظن بالله زي ما شفنا الشيخ الجامي هو بيقول إن الله كده بيكون بيجبرهم على فعلا معاصي وهذا تلافع مع الحجمة بل وهو زي ما بيقول الشيخ الجامي لإنه خروج عن حجمة الباري سبحانه وتعالى وعلى شرعه بمعنى إن الله لا حكمة لا في أقواله ولا في أفعاله تابعوني الحلقة الجاية علشان نفهم إزاي الأشعارة بينفو عن الله صفة الحكمة وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقبل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا اشتركوا في القناة